السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدي أعلمكم أفضل طريقة لزراعة النجيل أو الثيل أو العشب الأخضر أو الغازون هذا الحشيش بإمكانك تزرعه بأكثر من طريقة من خلال العقل أو من خلال البذور اليوم بدي أعلمكم طريقة زراعة العشب الأخضر من خلال العقل بإمكاننا نجيب فناجيل أو كاسات قهوة بهذا الشكل ونثقبهن من الأسفل ونحط بيهن شوية تراب وبعدين نحط العقل ونرجع نضيف عليهم التراب وبيمكاننا نزرع بهاية الطريقة بجميع فصول السنة ما بموعد محدد ورح نصفهم بهذا الشكل ونسقيهن وإن شاء الله بعد مرور عشرين يوم رح يصيرهم خضر ويصير فيهن شروش وبعدين نقدر ننقلهن على الأرض المستدامة بأكثر من نوع من العشب الاصطناعي بيه العشب السوداني بيجي ناعم وعله جذور على شكل بصيلات وبيه العشب الفرنسي اللي هو يمتد أفقيا وهذا العشب يتحمل درجات حرارة عالية وينمو بفصل الصيف ويتغير بفصل الشتاء هذا الجازون اللي أنا زرعته جازون فرنسي أوراقه تجي عريضة ويتحمل درجات حرارة عالية وبنفس الوقت يتحمل دهس أكثر شي يزرعونه بالملاعب وبملاعب الغولف ليش؟ لأنه يتحمل دعاس كثير مثل ما ذكرت لكم في البداية نقدر نزرع الجازون من خلال العقل أو من خلال البذور لكن مشكلة الجازون الفرنسي أنت لازم تقلع وتزرع بداله كل خمس سنين مرة لأنه يمتد بشكل أفقي وبعد أربع سنين تقريبا من خلال الطبقات المتتالية اللي تتراكب على بعضها الجذور ما تقدر توصل للتربة وتأخذ غذائها بشكل كافي لذلك يتغير لون الجازون من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي أو اللون الأصفر لذلك أنت لازم تقلع وتزرع بداله حتى يعيد نشاطه من جديد وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى منكم الاشتراك في القناة كنوع من الدعم كان معكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته